أهل السنة وجماعة السلفيون السلفي هي الفرقه الناس هم أهل السنة والجماعة جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح وقولنا أنا سلفي العقيدة الانتساب إلى السلف الصالح واجب لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقولها أنا سلفي إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الأحساب ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن أراد بقولي أنا سلفي أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن يقيم حزبا وظلل به من خالفني فهذا حق كلنا سلفيون كلنا نسى الله تعالى نميتنا على طريق السلف كلنا نسى الله ذلك لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا وحزبا آخر يسمى إخوانيا وحزبا آخر يسمى تبلغيا وحزبا آخر يسمى كلا ويكلا ما نرى هذا ما نرى هذا حل في الصحابة رضي الله عنه تحزبك هذا أجيبه لا نقول لا ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بيانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر